عناية خاصة يليها المغرب للمكفوفين وضعاف البصر في إطار استراتيجية وطنية لذوي الإحاقة من خلال سن مجموعة من القوانين الداعمة لحقوق المكفوفين وقد أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب نهاية شهر وامبر الماضي أنها ستقوم بدعم مشاريع مدرة للدخل لفائدة الشباب في حدود أربعة مشاريع برسم سنة ألفين وأربعة وعشرين بمبلغ أقصه خمسة وعشرون مليون سنتيم عن كل مشروع ومنذ تأسيس المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستين بمبادرة من الملك الحسن الثاني الذي أسند رئاستها الفعلية للأمير للا لم يأس صلح تعمل المنظمة على تحقيق مجموعة من المكاسب الإفائدة المكفوفين وضعاف البصر على مختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية وقد تم تمكين فاقدي البصر كليا أو جزئيا من الاستفادة من الحق في التربية والتعليم والدعم الاجتماعي وكذا مجال التكوين واستثمار قدراتهم الفكرية والإبداعية بشراكة مع القطاعات المعنية والهيئات المختصة وتسعى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين إلى تحقيق التمكين بمختلف أبعادها لهذه الفئة ليتمكنوا من لعب دور فعال داخل المجتمع وكذا من أجل المشاركة بشكل وافر في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل